أعلنت وزارة الصحة استقبال 667 ألفا ومائة جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة أسرزينيكا بمطار القاهرة الدولي مقدمة من دولتي بلجيكا وألمانيا عن طريق آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات جافي ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة تلقي لقاحات كورونا للمساهمة في الحماية من الإصابات الشديدة بالفيروس ومتحوراته مؤكدة أن مصر لا تتداخل جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجانة